تحتد المواجهات العنيفة بين الجيش والقبائل من جهة وبين ماليشيا الحوث الانقلابية من جهة أخرى في جبهة قانيا وأطراف مديرية ماهلية بمأرب تمضي الحرب بوطيرة عالية منذ شهر تقريبا ومن دون توقف بين الطرفين في معارك الثلاثاء استطاع الجيش تحرير عدد من المواقع المهمة في المديرية إعلام الجيش نشر مشاهد بطولية لاقتحام مواقع العدو الحوثي وفرارهم من أعالي الجبال والتباب التي سيطروا عليها مؤخرا لكن وحدات الجيش دحرتهم في بعارك عنيفة خلال الساعات الماضية وأوقعت بهم خسائر كبيرة وتحت قصف جوي للتحالح تصد قوات الجيش هجمات متكررة للحوثيين في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب وسط تعزيز قبلي مستمر عشرات القتلى والجرحى من ماليشيا الحوثي يوميا تحصدهم مدفعية الجيش ورشاشات القبائل مصادر بوزارة الدفاع تؤكد سقوط ما لا يقل عن سبعين قتيلا حوثيا في جبهة واحدة على أطراف مأرب وضعفهم أسرى وجرحى فيما يعترف إعلام الماليشيا بنصف هذا العدد وبشكل يومي أيضا وفي الوقت الذي يحاول الحوثيون فيه لتحقيق اختراق نحو مأرب توعدت قوة الجيش بمؤزرة القبائل بدفن تلك الماليشيات في رمال مأرب ترجمة نانسي قنقر